وبركاته الزمالك يؤجل التعاقد مع زيزو ومجلس حسين لبيب تعمد تطفيشي من الزمالك ده بالنسبة ليوسف أوباما ولعب اخر بيقولك اتبهدل تجامد وتردو سنائي الفريق كمان معانا ايه معانا زمالك يرحب من جديد ببن شرقي ولكن بشروط كمان معانا عبدالوحد السيد يزيد الاوجاع في نادي الزمالك وتعمد تطفيشي اوباما يفتح النار على مجلس الزمالك ويعلن انتقاله لنادي بيرامدز واخبار رياضية لا تفوتك كمان في عندنا زيزو بيقولك كمان الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد زيزو لحين انتهاء المركاتو الصيفي يعني زيزو مخليينه على جنب طالما هو طلع واعترف وقال انا بحب الزمالك ومش همشي ومش هتاخدوا سمسرة من ورايا مش كلامه طبعا مش هتاخدوا سمسرة من ورايا لكن هو معروف كده هم هيموتوا ليه على بيقى زيزو لان في مبالغ هتيجي من ورا بيقى زيزو مش للنادي بس لا ليهم كمان في مجلس الادارة الا هتوزع على بعضه فطالما زيزو طلع واعلن وتحداهم ان هو قاعد في نادي الزمالك لا خليه على جنب لغاية من زهقه لكن زيزو مش هزه نروح لأول واحد اللي هو بيقولك اتبهدلت جامد وتردو سنائي الفريق نجم الزمالك يكشف معانته مع القلعة البيضاء ويعلن رحيله اكد ماجد هاني لعب خط وسط الفريق الاول لقرة القدم بنادي الزمالك انه سوف يرحل عن الفريق الابيض بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قال ماجد هاني خلال احد البرامج اشجع زمالك قبل انضمامي لقطاع الناشئين وفي فترة وجود اسوريو في الزمالك اتبهدلت جامد واكمل ان الاسماعيلي كان يرغب في التعاقد معي خلال وجود ميدو كمديرا فني واحمد عبد الرؤوف كان يتواصل يوميا مع ادارة الزمالك للتعاقد معي قبل بداية الموسم ولم يرد احدا عليه تبع انه لم يحدث اي تواصل من جانب الزمالك معي خلال فترة اعراضي مع بلدية المحلة ولم يتم ابلاغي بمصيري مع نادي الزمالك سواء بالخروج معارن او الانتظام في التدريبات وتواصلت مع مدير القرى عبد الوحد السيد ولم يرد الا بعد عدد كبير من المكالمات ورسائل حيث ابلغني بانني خارج حسابات نادي الزمالك في الموسم القادم ثم قال ان الزمالك يرغب في اعراضي حسب ما ابلغني عبد الوحد السيد ولكني ارفض الخروج معارن واكدت لعبد الوحد السيد انني رحلت عن الزمالك سيكون بشكل نهائيا وليس معارن ثم قال انني طالبت عبد الوحد السيد بعد المبالغة في المطالب المادية في حال اخضرت عرضا للرحيل عبد الوحد السيد هو المسؤول عن ملف المعارن وعودتهم الى نادي الزمالك وليس جميزي ومعاز علاء وعبد الرحمن نفادي حارس الفريق تم طردهم من جانب نادي الزمالك هما بيطردوا اللعيبة بيتفشوا اللعيبة بيبهدلوا اللعيبة هوا ده المؤسسية اللي جاية تدير نادي الزمالك نروح كمان للدوشة اللي دايرة على بن شرقي وزمالك راحب جديد بن شرقي لكن بشروط هما رجعوا تاني في موال بن شرقي لان ما فيش صفقات تمت لغاية دلوقتي شايفين الاهل بيجيب اغلى الصفقات واعلى الصفقات ولعيبة متميزة في نواديها لعيبة لها اسم وصيد واحنا قاعدين على بنتيك قاعدين نضرب فيه وأصلحنا جبنا صفقة أصلحنا ودينا صفقة هي الصفقة الوحيدة اللي جايبينها والله أعلم هتشارك ولا مش هتشارك ودوشين بيها فعلشان جماهير نادي الزمالك طلعوا تاني في دوشة بن شرقي عقب الحديث عن فشل انتقال المغربي أشرف بن شرقي إلى نادي الرايان القطري خلال الموسم المقبل وكأنهما ما عندهمش حاجة فاضيين من جوه ما فيش صفقات انتوا مستنيين بس بن شرقي بن شرقي كان فاضي من الأول وقال ما حدش قاعد معايا ولا طلبني ولا تحدث معايا ده لما كان فاضي يعني ما فيش قدامكو أي حاجة انتوا فاضي انتوا هوا ما فيش خطة بترسموها ما فيش صفقة بتحددوها ما فيش حاجة شايفنا ما فيش رؤية لاني لازم تشوفوا اللعيبة وتشوفوا صفقتها الكوهة تجاب ازاي مش اللعيب تتكلموا معا وضحيزولوا وطيران وتأشيرة وما فيش اللي بيخلص الصفقة يروح يحجز عليه تبسوا تلاقي طارد الصفقة منكم فانتوا ما تعرفوش تديروا أي ملف في نادي الزمالك فبيقولك عادة اسم اللعب من جديد على ساحة نادي الزمالك لإمكانية تدريم صفوف الفريق الأول لقرة القدم خلال الموسم المقبل مصدر من الزمالك أكد أن إدارة النادي ترحب بعودات بن شاركي للفريق من جديد ولكن بشروط النادي إيه هي بقى شروط النادي على لعب التنازل على بعض الانتيازات المالية التي حددها اللعب أن يكون هناك مرونة في المقابل المالي طبا ما يعرفش أنه جاي لشوية متسولين مرتزقة مؤكدا أن الإدارة ترى أن أشرف بن شاركي كمان ولا يزال كما ولا يزال مطلب جماهيري لتدريم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل كويس أن تكون شايفين حاجة الفريق الأبيض تواجد حاليا في معسكر الإسكندرية استعداد للانطلاق الموسم المقبل والذي سوف يبدأ أفريقي المعسكر الذي يستعد من خلاله الفريق الأبيض لبداية الموسم والذي يبدأ بمواجهة البوليس الكيني ومواجهة البوليس الكيني سوف تكون في 13 سبتمبر المقبل في زهاب دور الـ 32 كونفدرالية الأفريقية يعني مش الجمعة الجاية الجمعة اللي بعد الجاية إن شاء الله بإذن الله نروح لعبد الواحد السيد يزيد من أوجاع الزمالك عبد الواحد السيد كلنا قلنا إيه؟ إن الزمالك خلاص يتعود عليه اللعيبة يتعود عليه قادر يسيطر على غرفة اللعب لكن إزاي الزمالك يستقر؟ إزاي غرفة الملابس بتاعت اللعيبة تستقر؟ ما إحنا لازم نطفش كل يوم لعيب كل يوم حد من الجهاز الفني لازم نعمل ألأ في الجهاز الفني بتاعة الزمالك لازم نعمل ألأ في اللعيبة بتاعة الزمالك ما نقدرش أبدا نخلي فيه استقرار في نادي الزمالك شهدت الساعات الماضية تطورا مفاجئا في ملف سيف الدين الجزيري لعب الفريق القرى والأول بنادي الزمالك والذي هدد بفسخ عقده مع القلطة البيضاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته أرسل السيف الجزيري إنزرع لنادي الزمالك خلال الأيام الماضية هدد فيه بفسخ عقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته لفترة تجاوزت ستة أشهر بمبلغ حوالي 300 ألف دولار المصدر اللي داخل الزمالك قال إيبا تفاصيل ما دار في الجلسة التي استمرت ما يقرب من خمس ساعات جمعت بين إبراهيم عبدالله مستشار مجلس إدارة الزمالك لتسويق الإلكتروني وحازم فتوح وكيد سيف الجزيري وأحمد سليمان وهاني شكري وعمر أدنهم أعضاء مجلس الإدارة قال المصدر أيضا أن الجلسة استمرت خمس ساعات وبدأ اللعب خلالها وغضبه الشديد من الوعود الكثيرة التي حصل عليها للحصول على المستحقات المتقرة ولم يحدث بالإضافة إلى حالة التجاهل التي وجدها من مسؤول النادي في الفترة الماضية طب هتقول مال الجزيري ومال عبدالواحد أوضح مصدر أيضا أن عبدالواحد السيد دخل في خلاف شديد مع أحمد سليمان أضو مجلس الإدارة بسبب بعض القرارات الإدارية الخاطئة ويتحدث مدير القرى بشكل غير لائق مع سليمان لا هو مش تحدث بشكل لائق مع سليمان هو اعتبر نفسه من جماهير نادي الزمالك اعترض على بعض الحاجات اللي هما مش عارفين يدروها مستحقات اللعيبة أبسط حاجة اللعيبة اللي عايزة تمشي دي بسبب مستحقاتها اللي مترقمة لها شهور فين هي مفيش عبدالواحد السيد بيتكلم من منطلق أنه هو المسؤول عن اللعيبة وهو المفروض يتكلم معهم رايح سليمان يهو اللي بيتكلم مع اللعيبة ويدي الأوامر فعبدالواحد السيد طبعا مع جابوشي الكلام ده وأحمد سليمان رفض التواجد عبدالواحد السيد مرة أخرى فيه منصبه ليه لأنه مش عايز أحمد سليمان يدخل في اختصاصاته أحمد سليمان الكل عارف أنه لسانه طويل وكل حاجة يتدخل فيها لأنه هو اللي هيدمر نادي الزمالك فعايزين كل واحد يبقى في مكانه لا هو كل حاجة حاشر نفسه فيها تم اتخاذ قرارات من مجلس الإدارة بتجميد عبدالواحد السيد خروجه من معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية والأقرب اتخاذ قرار برحيل عام منصبه خلال ساعة يعني مش كمان المعسكر يستبوه مستقر لا إزاي المعسكر يستقر فيروح أحمد سليمان يعمل حالة من البلبلة داخل معسكر نادي الزمالك إن هو يحتكب عبدالواحد السيد ويدي قرارات من دماغه علشان إزاي المعسكر يبقى هادي يا أخوانا حد كده اداله إشارة من بره روحي عامل شوف المعسكر ده يا لو كان فيه هدوء كده أعمل فيه حاجة من البلل والشوشرة واتر اللعيبة كل ده بيبقى بالأمر طيب نروح لي من كمان لأوباما حد قال إن إحنا مش عايزين أوباما تعمدوا تطفيشي أوباما يفتح النار على مجلس الزمالك ويعلن انتقاله لبيراميدز علان يوسف أوباما لعب نادي الزمالك انتهى مسيرته مع القلعة البيضاء والانضمام لصفوف بيراميدز خلال المركاتو الصيفي الحالي قال يوسف أوباما خلال أحد البرامج أن الزمالك ملك لجمهوره وليس ملكا لأي شخص مهما كان وأنا مشجع زمالكاوي وأفتخر بذلك الآخر يوما من عمري برافو عليك يا ولد ثم قال مجلس إدارة الزمالك الحالي لم يحترم تاريخي ولم يقدرني ومجلس حسين لبيب تعمد تطفيشي من الزمالك وأقسم بالله العظيم لم ولن أشترت التجديد عقدي مع الزمالك يعني الولد ما اشترتش أي حاجة ما طلبش أي حاجة ومع ذلك مجلس لبيب طفشه ليه الله أعلم وقال لك حسين لبيب تحدث معي في شهر يناير لتجديد عقدي طلبته بحسب ملف تجديد عقود لعبين آخرين وأنا ليس لدي أي أزمة ومن ذلك الوقت لم يتحدث معي أي شخص بشأن التجديد وتأحد أي شخص في مجلس الإدارة مهما كان أن يخرج ويقول أنني رفضت أو اشترت قبل التجديد ده كلام مين؟ ده كلام أوباما طيب نروح كمان مجلس حسين لبيب كتمع مع أكثر من لعب مؤخرا بشأن التجديد وتم تجاهلي تماما بشكل واضح والبعض في الزمالك استهدام السوشيال ميديا لتشويح صورتي أمام الجماهير الكل عارف مين هو اللي بيشوه صورة اللعبة اللي بتطلع من نادي الزمالك واللي عايزين يطفشوها من نادي الزمالك عارفين هم بالاسم كلهم اللي جاني الإلكترونية اللي طلقنها في اليوتيوب لك أن تتخيل أن الزمالك لم يوجه ليه الشكر عبر الصفحة الرسمية بعد رحيل بجد ألف ألف شكر يا يوسف أوباما ولد جميل ولد مميز حتى أهداف كتير وحتى أهداف في الأهلي ما حدش ينكر أبدا والكل فوجئ أن هو ماشي من نادي الزمالك لكن ما كانش حد عارف أن هو متعمد تطفيشو من نادي الزمالك ثم قال لك إيه بقى مجلس الزمالك الحالي يرغب وبقوة في رحيلي بهذه الطريقة ولم أتهى لحظة طوال تواجدي داخل نادي الزمالك والكل يعرف تاريخ يوسف أوباما طبعاً الكل يعرف تاريخ يوسف أوباما ثم قال لك إيه بقى وقعت البرامنز لمدة تلات مواسم وحسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص ظلمني أو تعمد إيزائي أو أعلن أنني تمردت على الزمالك وطلبت مبالغ كبيرة للتجديد يعني اتقوا ربنا في اللعيبة اللي أنتم بتفرطوا فيها بدون سبب غير لأنكم حقوا دين أنكم فشل وفي الآخر تطلعوا تقولوا إيه أنهم طلبوا كتير وأنهم تمردوا وأنه هو طلبين عقود أكبر من حجمهم زي ما كانت النغمة دايرة على مين كانت النغمة دايرة على زيزو طيب بالنسبة لزيزو بقى إيه اللي تم فيه الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد زيزو لحين انتهاء المركات والصيفي طب لما الإدارة قعدت معها أكتر من لعب وجددتهم المفروض زيزو ده أول لعبة اللي يتجدد لها لكن لا هم حطينه في خانة خلاص بحيث أنهم يطفشوا بأي طريقة استقر مسؤوله نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لعبة الفريق القراوي الأول حاول تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لحين انتهاء الإدارة من ملف تدعيمات الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية حد شاف تدعيمات للفريق حد شاف صفقات للفريق مفيش أي حاجة جات للفريق مفيش حد حاجة عملوها والأهم من كل ده كان المفروض ملف تجديد تعاقد زيزو ينتهي الأول علشان الكل يطمن مش ركنينه على جمع عشان تطفشوه بكل اللي تأدبوا بجاحة زي ما عملته في يوسف أوباما بيقولك إيه أن المجلس يعمل بكل جهد من أجل التعاقد مع صفقات سوبر الفترة الحالية وفقا لرؤية الجهازة الفني بقيدة البرتغالي جوزي جوميش أولا الرؤية بتاعتهم رؤية عمية هما مش شايفين حاجة هما إدارة فشلة من الأول للآخر بدليل ما فيش صفقات أي صفقة بتتعامل فيه ناس غيرهم بتروح تخلصها من نوادي تانية فهما فشلين في أي حاجة تخص نادي الزمالك قررت إدارة الزمالك أيضا تعطيل المفاوضات مع زيزو تعطيل المفاوضات مع زيزو يعني الراجل طلع وقال لك أنا عاشق لجمهور نادي الزمالك أنا كفاية علي جمهور نادي الزمالك وما بدوح عباس زي ما تقال إنه هو يتحمل 40% من عقد زيزو أيا كان هو إيه ومع ذلك بتعطلوا المفاوضات مع زيزو يبقى إحكايتكم يبقى الجمهور مش هيسكت عليكم تعطيلوا المفاوضات مع زيزو حاول تجدي التعاقده بعدما أعلن اللعب استمراره مع الفريق وغلق ملف الرحيل في المركات الصيفية الحالي يعني السمسرة مش هتوصل لهم يعيني كانوا قاعدين ومستنيين وبيبنوا آمال على السمسرة اللي جالهم لكن زيزو هد كل آمالهم فرواحوا بيوتهم طبعا اللي جات له وعكة اللي دخل المستشفى اللي مش عارفة حصل له إيه اللي ضغطه ارتفع كل ده من زيزو كل ده شايلينه جواكم من زيزو حيث تأمل الإدارة الزمالك في توفير سيولة مادية خلال الفترة المقبلة تساعد الإدارة في التفاوض مع اللاعب يا سلام حاول تجديد تعاقده ومن إمكانية رحيله مجانا في ناية الموسم المقبل يعني الغايد دلوقتي ما فيش حد متأكد أني زيزو هيقهد ولا هيرحل هم مش هجددوا بحجة أني ما فيش سيولة ما عندهمش فلوس رغم أني فيه اللي هيساعد لكن هم حطوا في دماغه أني زيزو هيمشي هيمشي لكن الجماهير مش هتسكت عليكم كانت إدارة الزمالك أصدرت بيانا بشأن المستقبل زيزو مع الزمالك جاء نصه كالتالي يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تماما واجبه تجاه النادي وجامهيره العظيمة وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لقرة القدم البانده جاء إمتى جاء بعدما أحرجهم أدبيا زيزو وطلع آخر كلام عنده قال لهم أنا مش ماشي أنا عاشق لنادي الزمالك ودي أسرتي جماهير نادي الزمالك وأنا كفاية علي حب جماهير نادي الزمالك طلعتوا وأحركوا وحطوكوا في خان تلياك فما كانش قدامكم حل غير إنكم تطلعوا تبلوا وشوقوا شوية الدوش اللي نزل عليك وكان صعب شوية بتعملوا إيه تعملوا إيه نطلع نقول بيان بتحافظوا على قوام الأدي طب منتوا لغاية دلوقتي متعقدتوش معاه لغاية دلوقتي حطينوا على جنب وبتعملوا مفاوضات مع لعيبة تانية ملهاش أي لازمة ولا بنسمع عنه فبيقولك إيه أصدرت بيان البيان بيقولك إيه إنها بتحافظ على القوام الأساسي للعيبة نادي الزمالك وهو ما يحتم عليها محافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموح عطنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التدويق في كل البطولة اللي ما فيه بطولة خدتوها يا مجلس كسح كتع كسل يعني كسالة ونك السحين ونك التعين يعني كل اللي عبر فيكم ما جبتوش أي بطولة وديتوا النادي في دهية وديتوا النادي في دهية وبتحافظوا على القوام فين هو القوام الأساسي انتوا بعتوا اللعيب انتوا فرغتوا النادي من اللعيبة بتاعته وآخرهم زيزوا لو كنت عايزين تفرطوا فيه وهو طلع أحراجه ودلوقتي يوسف أماما اللي طفشته من الزمالك وقلتوا عليه ان هو متمرد طارة ومرة تانية وقلتوا عليه ان هو طالب عقده كتير أو طلع تاني فضحكه وقال أنا كنت بحب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وما طلبتش حاجة وقلت جددوا للعيبة وسبوني أنا أي حاجة ومع ذلك سبتوا سبتوا مرضتوش تجددوا ليه الله أعلم في اللي انتوا بتدبروه ويسمن المجلس مشاعر ورغبة أحمد مصطفى زيزو في الاستمرار مع الفريق والتي توافقت مع توجه الإدارة ومطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق تضف الإدارة إدارة فشلة كلمة فشلة أوليل عليها أنتو ما تنفعوش تديره كشك سجاير مش نادي الزمالك ما تنفعوش تديره فرن عيش مش نادي بحجم نادي الزمالك وعلاقه في هذا السياق يلزم التوضيح عن الزمالك تلقى عرضا لانتقال اللعب بشكل النهائي وتمى دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية كدبين ولد ستين ليه؟ لأنه فيش حد تطلع بكل شفافية وقال أني زيزو رغبته الأولى والأخيرة لنادي الزمالك أنتو طلعت وقلتو إيه؟ أني زيزو عايز يطلع هو والده عايز يطلع زيزو طلع كدبكو هو والده يعني طلعتو كدبين وأفقين ومنافقين ومدلسين فبيقول لك إيه؟ عرضنا بكل شفافية بالاشتراك مع اللعب في إطار من الأحتراف يكدبين اللعب ما كانش معهم خالص والاحترام المتبادل والموازنة بين كافة الأعتبارات وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق فضلا عن مراعاة رغبة اللعب وكذلك العوائد المالية والفنية للعرض العوائد المالية اللي هتدخل جوابكو يا حرمية يا متسودين وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على الله هو الاختيار للأنسب شوفوا الكدب أنتو بتكدبوا الكدبة وتصدقوا نفسكم أنتو اللي درستو واللي هو من كتر مزهق قال أنا هطلع أور كل حاجة وأحركوا وخلكوا في نص قدونكو أنتو مش مكسوفين على دمكو والله لقاب عليكو يعني أنكو توروا ششكوا المفروض كنتو تستقيلوا بالإجماع بعد اللي عملوا فيكو يزيزوا طلعكو سماسرة 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 عبيد للمال هو تؤكد دورتنا دي بشكل حاسم وقاطع وبدون مواربة استمرار للتفاوض مع اللعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على المصالح كل الأطراف اللاس أنا زيزو من العناصر الأساسية بالفريق الأول لقرة القدم النادي وأخيرا نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محب النادي لاستعادة مكانته التي طالق به كل الكلام ده كل الموضوعات الإنشاء دي زيزو ما عرفش عنها حاجة زيزو طالق قال الكلمتين بتوع أن هو مع نادي الزمالك يعشق لجماهير نادي الزمالك هي دي سروته وهو ده العقد بتاعه وهي دي الحب بتاع الجماهير هو ده إراسه من نادي الزمالك هو مش عايز حاجة تاني لكن هما مصرين برضو يتلونوا بمئة لون ويجذبوا على الجماهير ومسرحين زي ما أنتم شايفين كده في اليوتيوب شوية جهلة وشوية قبيضة الواحد كان في يوم من الأيام ممكن يحترمهم يسمع لهم لكن للأسف طلعوا قبيضة متلونين بمئة وش سقط القناة عن الجميع تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك العظيم